تبدو صورة الانتخابات العراقية 2018 مختلفة عن ما سبقها من الانتخابات النيابية الثلاث الماضية وجوه جديدة تسعى للحصول على مقاعد في البرلمان المقبل وإقناع الناخب بأنها هي من ستحدث التغيير المرتقب داخل الساحة السياسية العراقية من يحكم الدولة حاليا معظمهم وجوه غير قادرة على إدارة الدولة وهذا اللي يثبت أنه ما موجود وما حدث وما صار بالدولة إلى هذا اليوم فلذلك أنا أعتقد عندي قناعة أنه الوجوه الجديدة والتغيير هو فائدة وأفضل وأعتقد أنه هم قادرين على التغيير لكن هناك من يرى أن الأحزاب والشخصيات السياسية الحاكمة في البلاد التي أصبحت مستهلكة في نظر العراقيين عملت على تنميع صورتها من خلال طرح وجوه جديدة قامت بدعمها وتمويلها للترشيح وأن هؤلاء لم ولن يخرجوا عن سياسات هذه الأحزاب هذه الوجوه الجديدة طبعا وراها هم لأنه جايبية مشتريية وجوه جديدة حتى تصريق قدام العالم أداة مستعملة أنت ما تعرف هذا فلان منه هذا رجال مستقل بس بعدين يتكشف الأيام وإحنا حاضرينها إحنا لازم نحارب هذا الموضوع هذا كلش مهم ولافت للنظر أن المرشحين من الوجوه الجديدة طرحوا برامج ووعود انتخابية ضخمة للإصلاح في وقت فقد فيه الشارع العراقي الأمل في أي تغيير ممكن جملة من الوعود الكبيرة أطلقها المرشحون الجدد الذين دخلوا معترك الانتخابات البرلمانية هذه المرة وعود تبدو كبيرة وربما حتى تشتاز صلاحية النائب هذا إن وصلوا إلى البرلمان وإن لم يتحكم بهم رؤساء الكتل الذين ترشحوا من خلالها محمد فاضل الغد بغداد ترجمة نانسي قنقر